موسيقى حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حتى سنة 1970 كانت باكستان دولة واحدة هائلة الحجم والسكان بجناحين شرقي وغربي ثم جاء اضطراب سياسي فثورة فحرب مزقت البلاد إلى دولتين بنجلاديش وباكستان لم يلتفت أحد وقتها لمراسل حربي فرنسي شاب قام بتغطية الحرب وكتب كتابا يحمل عنوان بنجلاديش قومية في الثورة المراسل الشاب يهودي الديانة جزائري المولد أصبح كاتبا شهيرا ومفكرا وفيلسوفا فرنسيا وتكرر ظهور بيرنر ليفي في مواقع الأحداث الملتهبة حول العالم فمن تقسيم باكستان إلى تقسيم يوغزلافيا ومن أحداث دارفور إلى تقسيم السودان ثم الظهور المثير للجدل في مواقع الحركات الاحتجاجية التي جرت في بعض البلاد العربية واشتهرت لاحقا باسم الربيع العربي في كل المواقع كان موجودا بنفسه أو بأفكاره يثير الجدل ويدفع نحو مزيد الغضب والانقسام دوره الأشهر كان في ليبيا حيث لعب دورا مبكرا في الأحداث وكان واسيطا شخصيا بين الرئيس الفرنسي ساركوزي وبين ثوار الليبيين في بنغازي وقام بالتوسط لمدهم بكميات كبيرة من الأسلحة الفرنسية كما اعترف هو نفسه لاحقا في كتابه الذي حمل عنوان الحرب بدون أن نحبها والذي صدر عام 2014 بينما اتهمته مجلة نيويوركر الأمريكية في مارس 2011 بأنه يجر النيتو للحرب في ليبيا وتساءلت هل فعلا برنار هنري ليبي أخذ النيتو للحرب اسمحوا لي أن أرحب بالمفكر الفرنسي المثير للجدل برنار هنري ليبي أهلا بك معنا أهلا وسهلا بكم من عام 1970 يعني من تقسيم باكستان قديما إلى تقسيم يغزلافيا إلى تقسيم السودان إلى أن جرى ما سمي بالربيع العربي أنت كنت موجود في هذه المناطق هل هذه صدفة؟ حاولت أن أكون متواجدا قدر المستطاع عندما كانت قضية الحرية وحقوق الإنسان في صلب الأحداث حاولت في كل مرة أن أقوم بعملي كمثقف ملتزم يقف إلى جانب الضحايا ويقدم الدعم أيضا للنساء والرجال الذين يحاربون ويقاومون من أجل حقوق الإنسان والحرية ولكن هذه الحقوق المقدسة وإنت ذكرت في كتابك بـ 2014 الحرب بدون أن نحبها عن دورك في ما حصل في ليبيا كمفكر وفيلسوف ومثقف مفهوم الوقوف بجانب الحقوق الإنسانية لكن فكرة الوساطة من أجل تأمين السلاح على حساب طرف آخر هل هيدخل هذا في باب الحقوق الإنسانية؟ لا، كلا، أنا لم أكن تاجر سلاح ولا وسيط ما سعيت إليها خلال الحرب في ليبيا هو أن أقدم الدعم والتشجيع وكذلك أن أوصل صوت الرجال والنساء الذين لم يكنوا يرغبون في استمرار الدكتاتوري ويرغبون في الديمقراطية هذا هو الموقف الذي أراه عاديلاً نبيلاً ويتماشى مع القيم العالمية وهذا ما سعيت إلى فعله في عام 2011 في ليبيا إذن أنت تنفي ما نقل عن أنك كنت مسؤول عن عسكرة الثورة في ليبيا وأنك لعبت دور الوساطة الحقيقة بين ساركوزي والثوار في بنغازي آنذاك يعني بمسألة السلاح هذا تنفيه تماماً؟ لا كلا أنا لا أنفي ذلك طبعاً أنا أوصيت أوصيت إيلاري كلينتون ونيكولاس ساركوزي بربما اتخاذ موقف من خلال الشهادات التي قدمتها لهما ودافعتهما لدعم أولئك الذين يحاربون على الأرض من أجل نفس القيم التي نؤمن بها وبالتالي قمت بتشجيع رئيس الجمهورية الفرنسية وكذلك وزيرة الخارجية الأمريكية وهي طبعاً تسرد ذلك في مذكراتها إذن قمت بتشجيعهما ليلعب دوريهما كصديقين للديمقراطية والقانون والسلام هذا شيء صحيح من كتابك الحرب بدون أن نحبها الذي صدر عام 2014 ومن 2011 الحقيقة ما حصل في ليبيا وكل التداعيات التي حصلت لاحقاً بعد سقوط القذافي هل ترى بأن الدور الذي لعبته أنا ذاك كان إيجابياً؟ الدور الذي قمت به برأيي كان إيجابياً لأنه علينا أن نقف إلى جانب شاب يقاوم الظلم والطغيان أنا لا أندم على ذلك على الإطلاق ثم بالنسبة للنتائج ربما لم تكن كما كان يتوقعها الجميع وهناك طبعاً قوى أجنبية ليست مؤيدة الديمقراطية تدخلت في شأن الليبي وصحيح أيضاً أن المتطرفين في الإسلام حاولوا أن يستفيدوا من هذا الوضع هذا أيضاً صحيح ولكن هذا هو الوجه الآخر أما ما حدث في عام 2011 والدور الذي قمت به من أجل إيصال صوت الليبيين الثائرين فهذا بطبيعة الحال أنا دائماً مؤمن بأنه كان عادلاً ولا أندم على ذلك على الإطلاق إذا كان هذا الأمر كذلك كيف تفسر المظاهرات التي قامت ضدك في تونس عند زيارتك بدعوة لتونس بدعوة من المنصف المرزوقي في العوام القريبة في عام 2014 على ما أذكر يعني كان هناك تحميل مسؤولية كبيرة كأنه لك شخصياً بنتائج ثورة 2011 تونسية طبعاً بالنسبة لتونس أنا لم أزورته ولم أحصل على دعوة من أي رئيس فطبعاً تونس بلد يمكن لأي مواطن فرنسي أن يزورها أنا زورت تونس حقيقةً في 2014 للالتقاء بليبيين من ذوي النوايا الحسنة والذين ينتمون لكافة ألوان الطيف الليبي لأنني من مؤيدي ليبيا الموحدة والديمقراطية ذهبت إلى هناك إذن لألتقي بهم طبعاً بالنسبة للأحزاب الإسلامية المتطرفة في تونس والتي تجندت ضد زيارتي هذا صحيح وكنت أنتظر ذلك طبعاً الإسلاميون المتطرفون سواء كانت القاعدة أو جامعة الإخوان المسلمين هؤلاء لم يكن على الإطلاق من أصدقائي وقد هاجمتهم بشدة طيلة حياتي صحيح أنهم ربما يحملوني المسؤولية لما حدث في 2014 في تونس وعندما عدت إلى ليبيا حدثت أحداث هذا صحيح ولكن عندما تكون الكلمة للإرهابيين والمتطرفين فهذا يحدث ضجيج وهم يغطون على صوت العقلاء وكذلك أنصار الاعتدال والسلام هذا صحيح في أي مكان كان هذا ينطبق على فرنسا أثناء الثورة الفرنسية وهذا صحيح أيضاً اليوم فيما يخص الإسلاميين التونسيين أو الليبيين هذه قاعدة من قواعد التاريخ التي يجب أن أقبلها طيب مروز الإسلام السياسي في كل دول الربيع العربي هل كان مقصوداً؟ هذه مأساة هذه مأساة كبيرة لأن الطموح في العيش في السلام وفي الحرية تم مصادرة ذلك من قبل الحركات الشمولية طبعاً هناك إسلاميين متطرفون وهي في الواقع حركات شمولية هي فعلاً سيغة أخرى لمعرفه الأوروبيون أي الفاشية أو الشيوعية هذا نفس الشيف الشمولية هي موجودة في كافة شعوب العالم أما الديمقراطية والأمال الديمقراطية وما يتقاسمه أيضاً الكثير من الشعوب وهذا ينطبق على الشمولية كذلك وفي العالم الإسلامي هذا يسمى صحيح القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وكذلك الجماعات التي درستها أيضاً في باكستان أو أفغانستان هي الجماعات الإرهابية المتنوعة هذه سيغة محلية باكستانية أو ليبية أو تونسية للشمولية كما عرفناها في أوروبا كل ما تتفضل به سيد ليفي قد يكون مقبولاً من الناحية الديمقراطية أو من الناحية الفكرية أو الناحية الفلسفية لكن فكرة أن تساعد طرف ما في حرب ما في دولة ما على الحصول على السلاح على طرف آخر يعني واحد من أسباب وجود الحروب الأهلية في الدول هو حصول طرف على على سلاح دوناً عن الطرف الآخر لنفترض أنه في حالة اضطهاد للسود في أمريكا الآن هل ستساعد السود في أمريكا على الحصول على السلاح مثلاً كما حصل في ليبيا لماذا لم يكن الأمر تماماً أنت دعمت المظاهرات التي صارت في إيران مثلاً بس لماذا لم تتطور الأمور إلى هذه المرحلة في إيران بالنسبة لك بقيت الأمور على حالها قد فعلت كل ما استطاعت مراراً في إيران لمساعدة المتظاهرين الإيرانيين طبعاً فعلت ذلك من خلال ما أدليت به من تصريحات وفي التلفزيون ومن خلال ما أكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي حدث ذلك باستمرار فعلى سبيل المثال أطلقت حملة قبل سنوات دفاعاً على شابة إيرانية اسمها ساكني أصبحت رمزاً وكانت مهددة بالرجم من قبل الفاشيين في السلطة بطهران طبعاً فعلت هذا في إيران بالنسبة لألويات المتحدة ثمت فرق كبير بين الألويات المتحدة من ناحية وإيران آية الله خميني من ناحية أخرى الفرق الكبير هو أن الولايات المتحدة هي ديمقراطية مهما قلنا عنها وأولئك الذين يقولون الحياة السود مهمة Black Lives Matter أنا لا أقارن سيد ليفي أنا لا أقارن بين ما يحصل في إيران وما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعلق على ما تتفضل به حضرتك أنه أنت تقف مع المقموعين مع حقوق الإنسان مع المتضررين في أغلب البلدان اللي كنت موجود فيها هي الحالة لم تكن ديمقراطية لذلك أسألك عما حدث في إيران إيران الكل وقف بجانب الثورة السلمية والمظاهرات وضد كل عمليات القتل لكن أنت شخصيا توسطت في موضوع السلاح في ليبيا مثلا ولم تتوسط في موضوع السلاح لثوار الإيرانيين ما الفرق؟ أولا في ليبيا فعلت الكثير من الأمور وخاطرت بحياتي ذهبت إلى المسارح المعارك وطبعا هذا أو لم أفعل شيئا أو ربما لم أقوم بدور فيما يتعلق بنقل الأسلحة بالنسبة لإيران فعلت ما استطعت الفرق هو أنني لم أستطع أن أزور إيران لأن فرنسا أو أن إيران هي بلد من البلدان التي وضعتني على القائمة السوداء ولكن عندما ينزل الإيرانيون شباب إلى الشارع ويقولون أنهم يرفضون هذا الحكم الديني الفاسد ويقولون أنهم يرفضون هذه الدكتاتورية الشمولية طبعا أنا أناصرهم بكل ما أوتيت من قوة وأفعل كل ما استطيع لتقديم الدعم لهم وليس لدي فرق بين هؤلاء الشباب هل كان مرحب بك في ليبيا؟ في عام 2011 طبعا كان مرحب بي في ليبيا أنا في الواقع قمت بإعداد فيلم وثائقي تناول ما قمت به في ليبيا وهو يسمى بعهد طبرق ذهبت إلى تارابلس وبنغازي والكثير من المدن الليبية أتحدث أمام الجماهير المليئة بالأمل وطبعا كانوا يرحبون بي وأدعوك لمشاهدة هذا الفيلم الوثائقي وأنا أظهر في هذه الصور طيب إذا كنا متحدث عن قمع المظاهرات وعن المظلومية لناس مدنيين في إيران القمع تكرر في ليبيا وتكرر في سوريا مثلا وفي كثير من البلاد اللي حصل فيها الربيع العربي لكن في بلاد الربيع العربي لم يمنع تطور المظاهرات للثورة الشاملة التي قلبت الأنظمة لماذا لم يحدث هذا في إيران؟ لماذا عكس هذا حدث في إيران؟ إن السلطة ما زالت تمسك بكل قوتها على الشارع تحدثت عن سوريا وإيران إن أكبر حزن شعرت به في حياتي هو أنني لم أستطع أن أسمع صوتي وكذلك أصوات الديمقراطيين السوريين والإيرانيين الذين تعرضوا للقمع والتعذيب من قبل نظام الحكم الديني الإيراني ونظام بشار الأسد هذا ما أنا فعل نادم عليه كثير في حياتي تمنيت حقيقة بأن يحدث لبشار الأسد ما حدث للقذافي كنت فعلا أتوق لأن تقوم فرنسا بلادي والغرب عامة وكذلك الإماراتيون الذين كانوا يقفون إلى جانب أوروبا في حرب ليبيا حيث كان هناك طائرات ليبية تحلق مع الطائرات الفرنسية وأمريكية لتخليص ليبيا من القذافي تمنيت لو حدث ذلك في سوريا للأسف لم يحدث هذا الأمر وتركنا بشار الأسد طليق اليدين وتركنا سوريا لحزب الله وللمرتزقة الإيرانيين الذين حولوا سوريا إلى مسرح من الدمار ومقبرة جماعية ففعلا أنا بالنسبة لي هذا من أكبر المآسي بالنسبة لحياتي هناك أناس في العالم العربي الحقيقة وأصوات تتهمك بشكل مباشر بأنك كنت ربما وراء ظهور تنظيمات مثل داعش والقاعدة بعد الربيع العربي كيف ترد على ذلك؟ هذه هي نظرة المؤامرة السخيفة وفعل لا تستحق الرد سيد برنار ليفي المفكر والفيلسوف الفرنسي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر وفاصل قصير نتابع بعده البعد الآخر أهلا بكم معنا من جديد المفكر الفرنسي برنار ليفي تنقل كثيرا بين بلدان الشرق الأوسط قبل أحداث الربيع العربي ولكن بعد 2011 أصبحت زياراته لأي بلد عربي محل تساؤل وانتقاد وأحيانا تقابل بحركات احتجاج كما حدث عام 2014 عندما وجهت له دعوة لزيارة تونس فتحركت المظاهرات ترفض دخوله إلى البلاد اسبح لي أن نرحب بضيفتي من تونس المفكرة والأكاديمية أمال جرامي وهي واحدة من تيار تونسي عريض يؤمن بالحرية ولكنه في نفس الوقت يتخذ موقفا فكريا وسياسيا مناهضا لأفعال برنار ليفي أهلا بك معنا سيدة أمال أهلا وسهلا بجني على المشاهدين والمشاهدات دكتورة في سنة 2014 كنت جزء من حملة ضد زيارة برنار ليفي ما تم تناقله أنا ذاك بأنه كانت الدعوة مواجهة من المنصف المرزوقي مع أن برنار ليفي نفع أن يكون تمت دعوته إلى تونس ما بتتصوري أنه في مبالغة بأنه في مرحلة ما وصفوا البعض بأنه عرّاب ثورات الربيع العربي والرأي المتفق حوله على الأقل فيما اطلعت من دراسات وكتب آخرها كما تعرفين الكتاب الذي خصص له فصلا كاميرا للتعريف به وهو كتاب باسكال بونيفاس إذن الفرنسي عرفه بأنه شيطان في الحقيقة شيطان الثورات العربية وهو العامل على حالة من بث لا استقرار في المنطقة خدمة لمشروع أكبر وهو ما أطلق عليه مشروع إسرائيل الجديدة أو إسرائيل الكبرى في الحقيقة هو وصف بنعوت أكبر من ذلك بكثير في أوصات حتى لا تكون هذه أوصافي أنا وإنما هناك إجماع في أوصات أكاديمية وفكرية في بريطانيا في الولايات الأمريكية المتحدة في فرنسا على أنه متلاعب بالعقول على أنه له شبكات عنكبوتية في الإعلام بمعنى يحاصر أصوات تناقذ مشروعه ويهيمن على المشهد الإعلامي بعلاقته يهيمن على الناشرين أيضا فيضغط حتى يقصي أصوات تخالفه أو تكشف ألاعبه بل أكثر من ذلك هو وصف بانتفاء صفة الصدق والأمانة التي ينبغي تتوفر لك أهدافه استراتيجية بعيدة المدى وفكرية وواضحة هل يمكن أن يكون هذا العنوان العريض الذي يميز بينه كمفكر ومدافع عن الحريات وبينك مثلا دكتور أمال وأنت مدافع عن الحريات أيضا في الحقيقة هو العدد كبير من المفكرين لا يعتبرونه مفكرا البتة وإنما هو الدجال وهذه عبارتهم إذن هناك أدخل على الفكر الفرنسي حالة من الكذب والخيداع وأحصوا عددا من الأكاذيب الذي روج لها في دعاياته في أعماله وبطبيعة الحال المفكر لا يمكن أن يتصف بغير الأمانة والصدقية فصدقية المفكر هي التي تجعله بطبيعة الحال يحظى بقيمة إلى جانب ذلك كلنا لسنا معصومين من الأخطاء كلنا يرتكب أخطاء في محاولات شرح الأفكار إلى غير ذلك ولكن أن تكون لديك حجج مغالطة حجج واهية حجج لا سند لها في أرض الواقع وتوظفينها في حملات لغير ذلك أنت خرجت من طائفة المفكرين فأصبحت في الحقيقة صناعة هي تلعب دور وسيط بين المصالح السياسية الأوروبية والإسرائيلية في علاقتها بغيرها من الشعوب فنجده في الحقيقة ليس في البلدان التي خاضت تحولات نجده في بلدان كثيرة لو عددت المناطق التي زارها بدءا بأفغانستين وصولا إلى السودان إلى ليبيا إلى تونس إلى غيرها من البلدان الرجل يريد أن يكون في كل بلد بل هو دعا مباشرة كان عنده علاقة حسب معرفتك مع قوى الإسلام السياسي لأنه أنا عندما وجهت له هذا السؤال نفى أن تكون له علاقة مع قوى الإسلام السياسي بالعكس في ناس راحت للمدى التي حملت مسؤولية ظهور تنظيمات متطرفة كبيرة في المنطقة مثل داعش والقاعدة مش لحاله طبعا مع آخرين نعم حماية المصالح الخاصة لبعض الدول تستدعي التعامل وإقامة أحلاف مع الخصوم وأشدهم عداء لكن تعرفين قضية الولايات المتحدة الأمريكية والقاعدة وداعش واعترافات هيلاري كلينتون في كتابها حول هذه الوساطات تعرفين أيضا طالبان والوساطات والأحلاف التي قامت بينها وبين عديد البلدان الأخرى فليس غريبا أن تحدث بالنسبة إلى رجل يحترف الوساطة السياسية لخدمة مصالح جهات محددة ليس غريبا في الحقيقة أن تكون له صلة بالجماعات المنشقة والجماعات الحاملة للسلاح والجماعات ذات الإيديولوجيا المتطرفة وأن ينفي ذلك فهذا سلوك عهدناه دائما بالنسبة إلى ليفي هو دائما ينكر الحجاج التي يواجهها به الإعلاميون أو المفكرين أو غيرهم يعني هذا ليس غريبا أن يمعن الإنسان في الإنكار هو سلوك من يحمي وهنا تأتي مسؤولية كبرى على مفكري التنوير العرب الحقيقة وأنت منهم دكتورة أمال إلى أي مدى بتحمل مسؤولية أن يوصلوا تقديم صورة واضحة للفارق بين الإسلام كدين يؤمن به مليارات البشر وبين الإسلام كأيديولوجيا وتستخدم التنظيمات لتحقيق أهدافها التنظيمات المتطرفة نعم وظيفة المثكف في الحقيقة هو أن يوضح اللبس أن يوضح المفاهيم أن ينير الرأي العام وأن يبث أيضا خطابا متوازنا فيه حجاج يعني وبرهنة واستقراء لنصوص من التاريخ ونصوص معاصرة وتفكيك لخطابات سياسية وخطابات دينية إلى غير ذلك بالإضافة إلى هذا المفكر هو يستفز الرأي العام يدعوه إلى إعادة التفكير في المسائل التي تأخذ على أنها بديهية أو على أنها تأتي من أفواه الرجال بين الظفرين وأفواه العلماء ولذلك لها صبغة القدسية والحال أننا نحاول أن نبث في الأجيال الجديدة وفي المشاهدين والمشاهدات الذين يحبذون خطابا يحفز لديهم الحاسة النقد حاسة النقد الذاتي قبل أن تكون نقد الآخرين ولذلك نحن ندعو إلى المراجعات أو للأمر ندعو إلى بيان هذا التلاعب في الميديا اليوم هناك رهان تطرحه وسائل الإعلام التي يصنع فيها الخبر ولكن تصنع فيها أيضا الأكاذيب والمراوغات والمغالطات لذلك اليوم قضية مطروحة وهي الفيك نيوز من دور أيضا المفكرين والمثقفين أن يبينوا الحقائق بوثائق شهدات بمعارضة الحجة بالحجة لبيان تهافت خطاب يدعي أنه يروج لإسلام ما إسلام حسب فهم ضيق وهو بعيد في الحقيقة عن هذا الإسلام لأنه يتاجر به في نهاية الأمر ولا فقر بين من يتاجر بالإسلام ومن يتاجر نعم وليفي الذي يتاجر أيضا بمصالحه شكرا جزيلا لك المفكرة والأكاديمية التونسية دكتورة أمال جرامي ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء